بيضة القبان صفة لازمت الدورة الكردية في العملية السياسية بعد 2003 وكان الصوت الكردي حاسما في تشكيل الحكومات على مدى نحو عقدين ولطالما اقترنت حلول الأزمات السياسية بعد كل انتخابات عراقية بمؤتمرات إربيل ولقاءات سليمانيا والتي غالبا مكنت تفضي إلى حل الأزمة وتشكيل الحكومة مقابل ضمنات ومكتسبات للإقليم والشركاء السياسيين بالعراق يناقش هذا اليوم الدورة الكردية حيى للأزمة السياسية الراهنة في البلاد اشتركوا في القناة منصب رئيس الجمهورية ما يزال مثار خلاف بين الأطراف الكردستانية وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني ونظره الاتحاد الوطني الكردستاني في وقت تشهد خلاله بغداد ومحافظات أخرى أزمة شعبية وسياسية ما بين التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى لا يقف إقليم كردستان بعيدا عن ما يجري في البلاد من أزمة سياسية خانقة يقول المراقبون إن الإقليم بات جزءا من أزمة لا يبدو أن ثمت حلولا قريبة لها فمنصب رئاسة الجمهورية وهو من الاستحقاقات الكردية بحكم العرف السياسي أصبح معطلا ومصدر خلاف عميق بين أكبر حزبين كرديين وهما كل من الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين بعدما تمسك كل منهما بمرشحه لشغل المنصب الاختلاف الكردي أعطى المبررة لبعض الأطراف السياسية العربية لتحميل الجانب الكردي مسؤولية تأخر الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بمنصب الرئيس اتهام يرفضه الكرد رفضا قاطعا أزمة رئاسة الجمهورية منصب الكرد وفق العرف السياسي لم ولن يكون عائقا أمام العملية السياسية ولم يكن سبب الأزمة يوما نحن كأحزاب سياسية كرديستانية الرئيسية اختلفنا في 2018 ذهبنا كل حزب بمرشح وكانت نتيجة الإخوة الشيعة ارتأوا وصوتوا إلى الدكتور برهم صالح حتى الآن لا يبدو أن ثم تتوافقا كرديا حول منصب الرئيس وتصاعد حدة الأزمة السياسية شعبيا في بغداد ومحافظة أخرى أوجد حالة من العموض تكتنف مستقبل العملية السياسية التي بتعطلها تعطلت معها ملفات تتعلق بالموازلة والأمن الاتحاديين ملفات بدت أثارها جلية في الداخل الكردي إذ تعصف بالإقليم أزمة مالية خانقة يرافقها خروقات عديدة لحدوده من دول الجوار الأوضاع الرائع في بغداد أو هذه الاحتجاجات والاقتصامات واتحام القرلمان طبعا سينعكس على عموم العراق سلبيا وكذلك سينعكس على أقل كردستان نحن جزا من العراق لذلك أدركوا جميع الحزاب السياسية وحتى الشارع الكردي بأنه أي استضام لا سمح الله بين العراق والسياسية الشيائية لديهم فصائل مسلحة سوف تؤثر على الأوضاع العامة في العراق وكذلك على أقليم كردستان لأن أقليم كردستان تطبق ببغداد بعدد من الجوانب منه من أمن جوانب أمني وجانب السياسي وجانب الإداري والمالي وإلى آخره استمرار الخلاف الكردي الكردي كانت له تابعات كثيرة لعل أبرزها غياب دورهم كقوة مؤثرة في المشهد السياسي بعدما كانوا أصحاب الكلمة الفصل في تشكيل الحكومات المتعاقبة مثل ذلك تراجع دور البيتين الشيعي والسني حتى أصبحت الكلمة الفصل في المشهد السياسي للتحالفات المبنية على أساس البرامج والمصالح للهوية العرقية والطائفية لبرنامج بالعراق يوسف الحسيني الحرة أربيل وللحديث أكثر عن الموضوع أرحب بضيوفي من أربيل علي الفيلي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ومن أربيل أيضا ينضم إلينا عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو كما وينضم إلينا من دهوك الكاتب والباحث السياسي سامان نوح أرحب بكم ضيوفي الكرام جميعا وأبدأ معك سيد علي من أربيل عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الكل كان بانتظار مخرجات الاجتماع الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي للقوى السياسية لحل هذه الأزمة العالقة منذ أشهر وحتى الآن لا يوجد حكومة مشكلة بوجهة النظر الكردية كيف بدأ اجتماع اليوم مشاركة الديمقراطي فيه وما هي أهم مخرجاته نعم تحية لك أستاذ زينة ولضيوفك الكرام ولمشاهدين قناتكم الموقع رأينا ما كانوا يعني رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي يسعى جاهدا لإيجاد حل ومخرج من هذا المأزق السياسي ودائما كان يطلق المبادرات ويدعو الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار واليوم كان اجتماع موسع أيضا لتداول الأفكار للخروج من هذا المأزق السياسي ولكن ما زلنا بعيدين عن الوصول إلى نتائج ملموسة تقرب وجهات النظر وتدور الزوايا بين الفرقاء السياسيين لأنه هناك نهجين مختلفين وإن كان فيهما جنبة شخصية بين التيار والإطار التنسيقي من الصعب أن يلتقوا على طاولة الحوار وأن نصل إلى نتائج ملموسة الخروج من هذا المأزق السياسي ولكن هناك أفكار ما زالت تتداول سيد علي سيدتي العزيزة الخلافات السياسية داخل بيت السياسي الشيعي عميقة بشكل لا يستطيع الكرد أن يلعب دورا أساسيا بتقريب وجهات النظر الكرد لم يتدخروا وسعا سواء الحزب الديمقراطي الكردستاني أو أيضا الاتحاد الوطني الكردستاني لم يتدخروا وسعا لتقريب وجهات النظر بحكم علاقاتهم مع جميع الأطراف ومع الأسف الشديد الكرد في بادي الأمر عندما انضم الحزب الديمقراطي الكردستاني إذا إلى التحالف الثلاثي التحالف انقاذ وطن لتشكيل حكومة أغلبية وطنية أتهمة بأنه اصطف إلى جانب قسم من الشيعة وكان سببا بشق الصف الشيعي اليوم أيضا أنا في وجهة نظري المتواضعة لم يعد مسألة رئيس الجمهورية المشكلة الأساسية كما يدعي البعض ويحاول أن يرمي بالكرة في ملعب الكرد المشكلة الأساسية في الخلافات داخل بيت السياسي الشيعي وأيضا مسألة رئيس الوزراء يعني منذ بداية العملية السياسية بعد سقوط النظام كانت المشكلة دائما والعقدة في انتخاب رئيس الوزراء صحيح من الناحية التوقيتات الدستورية يأتي رئيس الوزراء بالمرحلة الأخيرة بعد رئيس مجلس النواب ومن ثم رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية يكلف ولكن خلف الكواليس يجب الاتفاق حول شخص رئيس الوزراء ولكن قبل أن نقفز على الاتفاق على رئيس الوزراء سيد علي هذا يعني أن هناك اتفاق كردي على الشخصية التي ستتسنى منصب رئيس الجمهورية نحن اليوم أقرب من أي وقت مضى للاتفاق بالحقيقة الاجتماعات الأخيرة كان هناك اجتماعين مطولين بين فخامة الرئيس مسعود البرزاني والأستاذ بابل طلباني وأيضا استاذ قباط طلباني كان اجتماعا مثمرا وصريحا بأنه يجب على الموقف الكردي أن يكون موحدا وأن لا يتهم الكرد بسبب وتعطيل العملية السياسية حول رئيس الجمهورية وأنا أعتقد بأنه رئيس الجمهورية لم يعد مشكلة لدى الطرفين ممكن في أي لحظة عندما البيت الشيعي السياسي الشيعي يكون جائزا لتسمية رئيس الوزراء خلال ساعات قليلة مرشح الكرد لرئيسة الجمهورية يكون في مجلس النواق دعني أخذ وجهة نظر الاتحاد الوطني الكردستاني معنا سيد محمود خوشناو من أربيل سيد محمود إذا كنتم حاضرين اليوم في اجتماعات القوى السياسية هل تعتقد أن هذه الاجتماعات من الممكن أن تحقق تقاربا في المستقبل ما بين الطرفين المتخاصمين وما هو الدور الكردي هل أنتم متفقون مع الديمقراطي فيما تم طرحه قبل قليل تحية لك سيد زينة ولزملائي الضيوف ومشاهدين الحر عراق البيئة السياسية الآن في العراق بيئة مختلفة هناك تجاذبات بين القوى السياسية الحاكمة في العراق نستطيع أن صح التعبير قوى السياسية مؤثرة سياسيا اجتماعيا ربما حتى عسكريا واقتصاديا هذه القوى السياسية في ظل السجال السياسي في ظل السجال الإعلامي لربما عدم التقارب حول ورقة معينة نستطيع من خلال استكمال استعقاقات الدستورية سواء في المرحلة المقبل الآن أو حتى في هذه المرحلة الحالية أنا أعتقد أنها مرحلة حرجة وحساسة اجتماع اليوم هي استكمال المبادرات السابقة مبادرة من قبل رئيس مجلس الوزراء تحسب له هذه المبادرة على الأقل أن ننهي القطيعة لأن هناك قطيعة على الرغم من عدم مشاركة الكتلة الصدرية في اجتماع اليوم لكن أغلبية المنظوين في المنظومة الحاكمة للدولة العراقية كانوا حاضرين كردا سنة شيعة نأمل أن يكون هناك مشاركة أخرى من الأخوة في التيار الصدري الآن العملية انتقلت الصراع والتجاذب كان والخلاف كان في أروقة السياسة وفي مطابخ السياسية وفي مجلس النواب العراقي وتم نقله إلى الشارع الآن الجمهور ماسك للأرض من قبل الطرفين المختلفين الذين موجات نظر مختلفة أخوة في الإطار والتيار لذلك القوى السياسية الكردية الكرد عقدة في هذه الأزمة السياسية الحاصلة سيد خوشناو الكرد صراحة أريد أن أقول الكرد استكمالا لكلام أستاذ علي الفيلي الكرد جزء من الحل وليس من المشكلة الكرد يحاولون أن يبقوا بالنظام السياسي العراقي قويا الكرد عادة ما أرادوا أن تكون بغداد متزنة بغداد هادئة بغداد يعني صراحة تنفذ النصوص الدستورية لأن مصلحة الكرد أو مصلحة الشعب الكردي في إقليم كردستان وكيان دستوري في إقليم كردستان هو في استقرار بغداد وفي إنهاء المشاكل وفق الدستور أو الاستناد إلى الدستور الآن هناك دعوات لتعديل الدستور هناك دعوات لتغيير الدستور نهائيا هناك دعوات لتعطيل الدستور هناك دعوات أخرى لاستكمال الاستعقال الدستورية وفق الدستور وهناك دعوات أيضا بالبقاء على الثوابط الوطنية كل هذه التحديات أيضا جزء من مواجهة هذه التحديات. عموما نحن الذي يهمنا كقوة كردستانية اتحاد وطني والقوة الكردستانية الأخرى يهمنا أن نبدأ بالحوار وننهي القطيع لأن في القطيع صراحة هناك من يتعامل مع هذه المشاكل بشاكلتها. ونحن في الاتحاد الوطني نتعامل بعمق مع هذه القضية هذه القضية ستكون لها أبعاد حتى أبعاد اجتماعي. نرى اليوم بأن الخلاف السياسي والسجال السياسي نعكس على النسيج الاجتماعي العراقي. وربما سينعكس في المراحل القادمة. ولكن النسيج الكردستانية. هل عاد إلى التوحد؟ هل تم الاتفاق على حلحلة المشكلات ما بين الطرفين الديمقراطي والاتحاد التي أخذت حيزا خلال الفترة الماضية؟ أهمها منصب رئيس الجمهورية؟ أحسنتي. النسيج الكردي أو النسيج الكردستاني بالأحرى والأصح هو جزء من النسيج الاجتماعي العراقي. لذلك نحن أيضا لدينا اختلافات. لدينا اختلافات وجهة النظر في كيفية إدارة الحكم في قانون الانتخابات في الإقليم. لكن المهم لدى القوى الكردستانية أنها تجتمع. ولا توجد هناك قطيعة. الرئيس باظل طالباني يزور الرئيس مسعود البرزاني. الرئيس باظل طالبان يشارك في اجتماعات مع القوى السياسية الكردستانية الأخرى. في اجتماعات في ظل رعاية رئاسة الإقليم. بس هناك تمسك بالرأي بخصوص منصب رئيس الجمهورية. رغم كل ذلك. رغم بأننا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لم نصل إلى حسم هذا الأمر. ودعم السيد برهام صالح أو من غيره. لكن الاتحاد متمسك بالرئيس برهام صالح والحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بالريبر أحمد. لكن رغم كل هذا الأهم بأننا نختلف عن بغداد. بأننا لسنا في تحت رعاية القطيعة. نحن في ظل الحوار والحوار الجاد. ربما التفاهم في عدة ملفات. لذلك عندما نؤيد خطوات السيد هذه العاملية. السيد الحكيمة. السيد الصدر. السيد الكاظمي. بالبدء بالحوار السياسي وإنضاج المبادرات. وذهاب إلى الحوار. سنعتقد بأنه في ظل الحوار. نستطيع على الأقل أن نحل الملفات. جزءاً الملفات العالقة. ونذهب إلى ربما تفضي هذه الحوارات إلى بعض التفاهمات. والتي نصدق من خلالها. على الأقل أن ننقذ النسيج الاجتماعي. لا سامح الله من أي طريقة نستطيع أن نقف. لكن أما طريقة تخطي الحوار وتخطي التقارب السياسي. بالتأكيد سننتقل إلى مرحلة أخرى. لربما لا سامح الله سيؤثر على السلم المجتمعي. وهذا هو جزء من عملية تشجيع. أسلفتي حضرتك في بداية البرنامج بين الكرد. كانوا بيضة القبان. وسنبقى بيضة القبان. مشاركة الكرد اليوم في هذا الاجتماع. أحد مؤشرات بيضة القبان. كانت هناك مبادرة لسيد بارزاني في البداية. إلا أنها أخفقت لحل المشكلة بين الإطار والتيار. السيد البارزاني دائما ما كان يحاول أن يكون هناك التآم للبيت السياسي الكردي. الشيعي السني. كذلك الرئيس بابل طالباني. هذه مبادئ لدى القوى السياسية الكردسانية. لكن كما أسلف السيد الفيلي. هناك تحديات كبيرة. ليس بقدرة الكرد على أن تفضي التفاهمات والحوارات إلى نتائج أكثر إيجابية. لكن مشوار الألف ميل يبدأ بالخطوة الأولى. نحن مصممين ومصرين على أن لا نذهب إلى القطيعة. بدأنا بالحوار وسنستمر بالحوار. وليس لدينا خيار آخر. القوى الكردستانية. إذا تسمحي لي بجزئية. القوى الكردستانية استفادت من مراحل الماضي. لا نريد أن تكون هناك القطيعة. لأن القطيعة بالنتيجة سيؤثر على النسيج الاجتماعي كما أسلفت. واضح. دامي أذهب إلى دهوك مع سيد سامان. وحى الكاتب والباحث السياسي. سيد سامان. هل تعتقد أن اجتماعي اليوم دعوة الكاظمي. ولقاءات القوى السياسية. على الرغم من غياب من يمثل التيار الصدري فيها. ستنجح على خلاف المبادرات التي سبقتها. لحل حلة الأزمة الحاصلة بين الإطار التنسيقي وتيار الصدري. نعم. تحية طيبة لكم. وللجمهور الكريم والضيفين الكريمين. المبادرة ليست واضحة إلى هذه اللحظة. كانت هناك دعوة سريعة لاجتماع. لم تسبق مفاوضات أو جهود سياسية عميقة من أجل تجاوز المشاكل أو من أجل طرح أفكار محددة لتجاوز المشاكل. كان هناك مجرد دعوة لاجتماع واللقاء من أجل التحاول. من أجل إطلاق الحوار. لكن على الأقل الخطوة الأولى كانت جيدة. باجتماع غالبية القيادات في البلد. باستثناء غياب التيار الصدري. وهذا مؤشر أيضا أن الكل يرحب بالتوافق. وهذا كان موجود سابقا أيضا. الحزب الديمقراطي الاتحاد الوطني. القوى السنية كانت تشدد وتقول التيار الصدري. نحن مع الحوار. وإن لم يقولوها بصراحة ويوضوح نحن ضد التوجهات الحالية بتغيير العملية السياسية وبتعطيل البلمان. لكن كانوا يشددون على الحوار تحت سكف الدستور. الآن هذا الاجتماع الذي حصل. هو بداية لربما مفاوضات عميقة. تطرح رؤية محددة الاتفاق. ما حصل كان مجرد محاولة إبطاقة الحوار. شارك فيها جميع استثناء الشعر الصديق. ما الذي يملكه هذا الاجتماع أو هذه المبادرة ستطرح على التيار الصدري لإقناعه وإجلسه إلى طاولة الحوار مع باقي الفرق السياسيين. لذلك نقول أنه يجب أن الجهة الراعية للمبادرة أو للحوار يجب أن يبدأ بإطلاق نقاط مشتركة. بإطلاق مبادرة مبنية على خطوات محددة. يتم بالمقابل طرحها على التيار الصدري من أجل مناقشتها. ربما التيار الصدري الآن يرفض بشكل قاطع الاجتماعات. لكن حينما يرى أن الكل ذهب وأيد الحوار فإنه سيجد نفسه في وضع سيء. وهو سيطر في النهاية إلى الحوار مع الآخرين. الذين أجمعوا على أنه لا مخرج سوى الحوار وسوى الجستور. لن يلجأ إلى تصعيد وتأجيج الشارع. لكن تحتاج إلى مبادرة تتضمن نقاط محددة للاتفاق. خطوة التصعيد دائما نكرر أن التيار الصدي قادر على تعطيل البرلمان. قادر على تعطيل العملية السياسية. لكنه لا يملك بمفرده إيجاد الحل. هو لا يستطيع تقديم الحلول بمفرده. لأنه بالحد الأقصى يملك 10% من الشارع. هناك 90% من الشارع الآخر. لا يملكه. 40% و45% من المكون السني والكردي. لا يمثلهم التيار الصدري. وهو دائما يتحدث أن نحن الشارع أو نحن الشعب. لكن هذا الخطاب غير دقيق. هو يمثل جزء من الشعب. جزء حتى من القوى الشيعية. ربما نستطيع أن نقول 30% أو 40% من المكون الشيعي. حسب الأرقام الانتخابية. لذلك لا يمكن لهم بمفردهم تعطيل كل شيء. نعم يستطيعون تعطيل لفترة محددة. لكن بالنهاية لا يملكونه محل. يجب أن يذهب إلى الحوال. مبادرة للعامري. ربما كانت هناك فعلا نقاط محددة في مبادرة العامري. تم طرحها على القوى السنية بلقاءات مباشرة. ثم القوى الكردية. والجميع متفق أن هذه المبادرة ربما تبحث أو تجد مخرج من خلال هذه المبادرة. التي أولا تقر بضرورة إجراء انتخابات مبكرة. وحل هذا البرلمان. لكن وفق أسس محددة كتشكيل حكومة مؤقتة. تكون من برنامجها الأساسي إطلاق حكومة خدمات. وحل البرلمان. والإقرار الموازنة. ثم الذهاب إلى انتخابات. لذلك المبادرة الحالية التي أطلقها رئيس الوزراء. تحتاج إلى نقاط محددة واضحة. وربما تم مناقشة هذا. حزب التسريبات التي وصلت لبعض الأطراف. تحدثوا عن كيفية أو آلية التي سنعمل بها من أجل إرجاع التيار صدي إلى العملية السياسية. وهل ممكن إرجاعه إلى البرلمان؟ ربما هذا فات وقته. لكن هم يتحدثون عن السبل الممكن لإرجاع التيار صدي إلى العملية السياسية. إلى الحوار. ربما الحوار ستستمر في هذا الإطار. الموقف الكردي اليوم كان أقرب إلى الموقف الموحد. حتى بابل طالباني يمكن التحدث حتى باسم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. لهم كان لديهم اتصال مباشر سابق الاجتماع. بالتالي هناك رؤية كردية مشتركة بضرورة الحوار تحت سقف الدستور. وبإمكانية التفاق على انتخابات مبكرة. ولا حل برلمان. لكن قبلها يجب أن يكون هناك حوار واتفاق على نقاط محددة. التي أدت إلى حصول هذه الأزمة. هل من الممكن تجميد اللقاط الدستورية التي تعطل حصول الاتفاق؟ سنعود لمناقشة المشكلات الداخلية والضمانات التي يريدها الأقليم. ولكن بعد فاصل قصير ريوفي الكرام إبقوا معنا فاصل نتابع بعده. هل غياب الضمانات يضعف الدورة الكردية في العراق؟ حليكم ويانا. ضعف الثقة بين المركز وإقليم كردستان سبب أساسي وراء تفاقم الأزمات الرهنة في البلاد. وفقا لأراء أكاديميين تحدث لبرنامج بالعراقي. كل ما يحصل في بغداد من عدم استقرار من حالة أمنية غير مستقرة من عملية سياسية تواجه مشاكل كثيرة هذا أوتوماتيكيا آليا يؤثر على إقليم كردستان. هناك أزمة اقتصادية خانقة خاصة في مسألة رواتب الموظفين حيث أن المركز تمول هذه النسبة المئوية للرواتب الموظفين حيث أن اجتداد الأزمة السياسية تلقي بضلالها على أزمة الاقتصادية. وفعلاً الأزمة السياسية في الإعراق أثرت على أقليم كردستان خاصة في تقسيم الأحزاب الكردية الرئيسية البارتي واليكتي يعني الحزب الديموقراطي الكردستاني كان عنده تحالف ويالصدر والإطار التنسيقي عنده تحالف ويالاتحاد الوطني فهذا سبب خلاف عميق داخل أقليم كردستان بسبب الأحزاب حتى من انقسام داخلي سياسي بين الأحزاب الرئيسية البارتي واليكتي عادة من تشوف أنت فد بلد راح يكون بها أحزاب هواية فمشاكل من يصر هواية أكيد المواطن ما راح يصر عندها ثقة لأنه هسا صار البغداد اللي كنا نعرف أو خلنا نقول حكومة الفيدرالي العراقي اللي كنا نعرف هم إيد واحد هسا قائد واحد يقود لهذا الجماعة مرة أخرى مشاهدين أرحب بضيوفي لهذه الحلقة من أربيل علي الفيلي عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني وعضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سيد محمود خوشناو وينضم إلينا من دهوك الكاتب والباحث السياسي سامان نوح من جديد أرحب بكم جميعا ضيوفي الكرام أعود معك سيد علي عن الحزب الديموقراطي الكردستاني من أربيل يعني انعدام الثقة بحسب البعض بين بغداد وأربيل والأزمات السياسية وتفكك البيت الكردي مؤخرا يعني الديموقراطي ذهب مع طيار الصدري والاتحاد مع الإطار التنسيقي هل أثر ذلك على الشارع الكردي بالحقيقة انعدام الثقة بين إقليم كردستان حكومة إقليم كردستان والأحزاب السياسية والأحزاب السياسية في بغداد هو يعني له تاريخ طويل منذ عام 2005 جميع الحكومات يعني هذه التجربة الطويلة الفاشلة بالحقيقة ساهمت بخلق هذا انعدام الثقة الموجود حاليا جميع الحكومات كانت تتشكل كما سميتي حضرتك بالتقرير الكرد كانوا بيضة القبان وهم يسهمون في تشكيل الحكومة مع وعود يعني كثيرة يطلقوها الجهة التي تشكل الحكومة ولكن بمجرد ما حصول على ما يريدون من الكرد يتنصلوا من جميع تعحداتهم تعحداتهم ألا يحصل الكرد على مكاسب عندما يكون بيضة للقبان مكاسب سياسية لا هذه المكاسب آنية وليس مكاسب استراتيجية بعيدة المدى نحن لدينا استحقاقات دستورية أستاذة زينة يعني هذه الاستحقاقات الدستورية المادة 140 تم تسويف وكان هناك تعمد في تعطيل هذه المادة حتى يعني قسم من السياسيين خرجوا بشكل علني إلى وسائل الإعلام وتباهوا وتبجحوا بأنهم كانوا سببا بتعطيل هذه المادة لأنه كان كاركوك يقتطع من العراق ويلحق بإقليم كردستان وتحالفكم مع الطيار الصدري كان سيضمن كاركوك هي مدينة كردية لكم المادة الأربعين بعد المئة وتحقيقها هل ضمن لكم التيار الصدري ذلك؟ أستاذ زينة نعم أستاذ زينة أنا كن صريح معك في المفاوضات مع الجانبين مع التيار الصدري والإطار التنسيقي الحزب الديمقراطي الكردستاني وأيضا كانت ورقة كردية الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني كانوا مطلعين على هذه الورقة قدموا ورقة من 21 نقطة هي جميع أكثرها استحقاقات دستورية وليس مطالب أنا أقول بصراحة كان الإطار التنسيقي متحمس أكثر تحمسا من التيار الصدري لقبول هذا ولكن التجارب السابقة الفاشلة أدت بنا وجدية الأخوة في الإطار التنسيقي حتى كانوا يناقشون المفردات كانت تبين بأن هم يعني يرغبون بتطبيق هذه الاتفاقات فدعنا أن نجرب يعني تجربة جديدة التجارب الفاشلة السابقة لماذا لم تتطفقوا مع الإطار كما تطفق الاتحاد في البداية لماذا ذهبتم مع تيار الصدري إذا ما كان الإطار أكثر تحمسا لتحقيق هذه الاستحقاقات الدستورية للأكراد أكثر تحمسا كالمرات السابقة قبل تشكيل الحكومة ولكن التجارب الفاشلة السابقة أدت بنا بأن نحاول أن نذهب مع التيار الذي كان بالحقيقة أكثر جدية بتطبيق هذه المواد ويعني من جرب المجرب حلت به الندامة يعني نجرب من جرب مرات عديدة وفي حكومات سابقة فمن المفترض ومن الحكمة بمكان أن نجرب جهة سياسية أخرى كان موجود في الحكومات السابقة أيضا هذه المشاكل التي تعتبر لكن هي ليس الطرف الأساسي لتشكيل الحكومة كان مشارك في الحكومة وإنما الطرف الأساسي دائما في تشكيل الحكومة والجميع يعرف ذلك جميع رؤساء المعدة السيد عادل عبد المهدي كانوا من الأخوة في الحزب الدعوة والجهة الأساسية في الإطار التنسيقي والجميع يعني دورتين للسيد المالكي ودورة للسيد جعفري وأيضا للعبادي فقط حكومة السيد عادل عبد المهدي التي لم تدم سوى سنة وبعض شهور كانت ليس من الحزب الدعوة فلهذا هذا الأمر جعلنا أن نذهب مع التيار وكانوا واضحين بالحقيقة أولا بتطبيق المادة 140 لأنه هذا يسهم بشكل كبير بحل مشاكل العراق ليس فقط مشاكل الكرد وأيضا مسألة الإحصاء هو من مهام وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية كي يبين ما هو عدد النسمة وسكان قليم كردستان ولا يتم ابتزاز الكرد عند تصويت على كل موازنة بأنه أنتم تأخذون أكثر من استعقاكم أيضا مسألة سن قانون النفط والغاز في مجلس النواب سوف يسهم بحل كل هذه المشاكل إن توفرت الإرادة السياسية ولكن مع الأسف الشديد هناك طيف واسع من أطراف العملية السياسية يعتشون على هذه المشاكل وليس لديهم إرادة سياسية بحل هذه المشاكل على أساس العدل والإنصاف والدستور قبل العدل والإنصاف أنتقل إلى سيد محمود خوشنو عن الاتحاد الوطني الكردستاني يعني كل هذه الأزمات السياسية السابقة بين أربيل وبغداد الأزمات الحالية كيف تؤثر اليوم على الشارع الكردي على علاقة الأحزاب ببعضها البعض عند تحالف الاتحاد مع الإطار التنسيقي هل كان هناك ضمانات لتحصيل استحقاقات دستورية أكثر يطمح إليها الأكراد بدءا يعني هناك عدة موانع حالة بين أن تصل أربيل مع بغداد أو حكومة أو قليم كردستان ككيان دستوري مع السلطة الاتحادية بالأحرى إلى تفاهم ولربما اتفاق طويل الأمد يستند إلى الدستور أو تحت سقف الدستور هذه الموانع بدءا منها عدم تفهم وإدراك القوى السياسية عدم تفهم وإدراك المتابعين والمدونين والإعلامين وربما طيف واسع من الشعب العراقي لشكل النظام السياسي العراقي بعد 2003 وبالتحديد بعد إقرار الدستور في 2005 النظام السياسي الحالي في العراق هو نظام اتحادي لا يدرك ولا يتفهم بعض الأخوة في بغداد بين القوى السياسية سواء كانوا سياسيين إعلامين مدونين أو متابعين وكما أسلف طيف واسع من الشعب العراقي لذلك لا يتعاملون مع إقليم كردستان ككيان دستوري يتعاملون وكأنها أحد المحافظات العراقية لذلك هذه المشاكل تتفاقم بين الحين والآخر يستفاد منها سوء استفادة في الحملات الانتخابية هذا الصراع يستفاد منها سوء استفادة في الحملات الانتخابية وعادة ما تشهر وعادة ما توجه الاتهامة وصابة الاتهامة للإقليم كردستان بأنها صراحة تعتاش أو تتطفل على نفط البصرة وعلى اقتصاد العراقي هذه جزء أحد الموانع المانع الآخر صراحة مشكلة الطاقة بين الطرفين لذلك نحن في المادة 111 ومادة 111 من الدستور سيد محمود ألم يكن هلالك عليه اختلاف ما بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني هناك اتهامات جاءت من سليمانية لإربيل من أربيل تستحوذ على صادرات النفط وتصدر النفط كيفما تشاء حتى أن بعض السياسيين من السليمانية استنجدوا ببغداد يعني صراحة السياسيين يفرق عن سياسة الاتحاد الوطني ورأي الاتحاد الوطني السياسيين ينتقدون لديهم أراء مختلفة تختلف عن السيد قباط طالبان ناب رئيس المنشو الزراء والرئيس بافل طالبان نحن لدينا اختلاف في وجهات النظر حول كيفية إدارة هذا الملف لكن مبدئيا نحن لدينا كإقليم كردستان وككيان دستوري وكجزء أساسي من العملية السياسية في الإقليم وكحكم في إقليم كردستان وجهات نظر مشتركة تجاه تنفيذ الدستور وتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي لكن قضية إدارة هذا الملف في إقليم كردستان نعم لا بأس أن يكون لدينا عليها ملاحظات لكن بالنتيجة نحن نبحث عن تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي سيد خوشناو سريعا بحسب وجهة نظر الاتحاد الوطني واردة النفط في إقليم كردستان تأتي إلى وزارة المالية في إقليم كردستان وتم إعلان عنها لكن كيفية العقود نوعية العقود مع شركات النفط وكيفية إدارة إدارة عائد عائدات النفط لربما عليها ملاحظات لكن بالنتيجة هناك عقود مع شركات نفطية بالاستخراج والبيع وأيضا التسويق لكن نحن نست بهذا صدد بقدر ما نريد أن ننهي هذا الملف جذريا هذه الحلول وهذه الملاحظات الترقيعية بين الحيم والآخر الحلول الجذرية هو النذب إلى تشريع قانون نفط والغاز أن ذلك سيكون هناك تأقلم لقانون نفط والغاز الإطار ضمن لكم تشريع قانون نفط والغاز حين التحتم معه في البداية صراحة نحن لست متحالفين مع الإطار التنسيق تصيحا لكلامك نحن متفاهمين مع الإطار التنسيق وتحالف عزم وحركة بابليون وبعض الأخوة النواب المستقلون وحركات الناشية لدينا تفاهم في نوعية وإدارة المرحلة المقبلة للدولة العراقية وليس لدينا تحالف معين لذلك نحن لدينا مشتركات في كيفية إدارة الحكم مشتركات في نوعية وشكل النظام السياسي والآن نضم الأخوة الآخرين إلى هذه الرؤية نحن نبحث لم تكن ضمن ثلثة المعطلة في البرلمان الفلفل الضامن صراحة حق دستوري يعني كفله الدستور وفق قرار المحكمة الاتحادية بانتخاب رئيس الجمهورية وممارسة هذا الحق مفتوح للجميع ليس فقط الاتحاد والإطار وعزم وبابليون والقلق والسياسية تستطيع أن تمارس هذا الحق الدستوري وفق تفسير المحكمة الاتحادية لذلك نحن لم نفعل شيء خارج سقف الدستور لذلك نحاول جاهدين بأن نصل حكومة إقليم كردستان أو إقليم كردستان ككيان دستوري مع السلطة الاتحادية إلى تنفيذ مواد الدستورية جميعا بدأ بالمادة 140 ومرور بمواد عدة الآن ما يقارب 50 مادة لذلك إذا أردنا سألت في البداية ما هي الضمانة ما هي الضمانة بين الطرفين الضمانة هو الدستور لا نطلب شيء آخر أي شيء نحاول أن ننفذ يجب أن يكون تحت سقف الدستور لا ننسى بأن الكرد لا يقبلون أن يكون هناك تغيير للنظام السياسي العراقي نعم ترميم نحن مع ترميم النظام السياسي لكن تغيير النظام السياسي صراحة بأعين الكرد لربما يحتاج إلى وقفة لأن الجزء أعطينا دماء أعطينا الكثير لكي يبقى العراق بمساره الديمقراطي سيد سمان إذن الكثير من الاستحقاقات الدستورية التي يطالب بها الإقليم الموازنة وثروات الطبيعية المادة الأربعين بعد المياه أي الطرفين تعتقد أنها أقرب لتحقيق هذه المكتسبات للأكراد التيار الصدري أم الإطار التنسيقي حتى أكون واضح وصريح وأتفق مع الأستاذين الكريمين لا توجد اتفاقات لا مع الإطار التنسيقي ولا مع التيار الصدري كانت هناك تفاهمات وبصريح العبارة هذه التفاهمات كانت تفاهمات حزبية من أجل تحقيق مصارع تتعلق بمصاب رئيس الجمهورية وتوزيع المناصب لم يكن هناك اتفاق كردي لا من هذا الطرف ولا من ذلك الطرف على الحديث أو الاتفاق التفصيلي على جزئيات المشاكل المرتبطة بالمادة 140 بالاعتراف أو التعامل مع أقليم كردستان كجزء من دولة اتحادية فدرالية وليس التعامل معها بطريقة المركزية التي يتم اعتمادها حاليا بالتالي الحزبان لم يقوم بجهد حقيقي من أجل إنضاج ورقة كردية حتى داخليا لم يكن هناك توافق كردي حول النقاط الرئيسية التي يمكن أن يتعامل من خلالها مع الطرفين بالتالي هذا الخلاف الكردي الداخلي يعني عمق الخلاف الشيعي لنكون واضحين جدا ربما لو كان هناك اتفاق كردي منذ البداية على هذه التفاصيل ورقة الكردية المشتركة وعلى المناصب وتوزيع المناصب في بغداد كان يمكن أن يرجحوا بسهولة كفة التيار الصدي أو كفة الطرف الآخر وانتهي الموضوع لكن الخلاف الكردي أثر وساهم في تحميق الخلاف الشيعي وبالنتيجة الكرد أضعفوا دورهم يعني من الواضح جدا أن القوى الكردية لم تعد بيضة القبان كما كانت ودورها تراجع وهذا تراجع بسبب الخلافات الكردية أن الكرد قاموا بتحجيم دورهم الكبير في بغداد كانوا يشكلون الحكومات في الفترات السابقة كان هم من يقودون أو يخططون لشكل الحكومة لكن ما حصل أن عدم اتفاق الحزبين أدى إلى تحجيم دورهما في المرحلة اللاحقة وإلى أضعاف الكرد وبالتالي عدم وجود ورقة مشتركة وعدم وجود مفاوضات جدية واتفاقيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع سواء مع الطيارة التنسيقية أو مع الطيارة الصدري يعني سيد بارزاني طرح مبادرة لكنه لم يكن بتواصل مباشر مع السيد الصدر من أجل أن تكون هذه المبادرة لها أضرع قادرة للتطبيق بالتالي الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني كان يمكن أن يلعب دور كبير في هذا المجال لكنه لم يكن بهذا الدور كان يمكنه التحرك واللقاء مع السيد الصدر عدة مرات باعتبار طرف حليف وشريك له لكن مشكلة أيضا تتعلق بعدم الثقة الكرد أساسا بالتيار الصدري وبغيره من الشركاء لذلك كانت هناك صفقات نوع من الصفقات من أجل تبادل المصالح ولذلك الآن نرى أن القوى الكردية عموما لم تذهب مع التيار الصدري في تظاهراته هم يتحدثون عن دستور وقلقون من الحديث عن تغيير الدستور أو تعديل الدستور أو انقلاب عاملية السياسية لأن هذا لا يخدمهم لكنهم لم يقدموا ورقة لا من جهة المبادرة السياسية من أجل حل الإشكالات ولا من أجل الذهاب إلى حوار عميق قادر على إنتاج حلول لهذه الأزمة وبالمناسبة اليوم في الاجتماع كان هناك حديث حتى بالنسبة للحزب الديمقراطي على قانون النفط والغاز يعني الحزب الديمقراطي يريد تمرير هذا القانون قبل الحديث عن حل البنمان بالنسبة له مهم بالتالي هناك الكثير من الأمور المهمة الكرد لكنهم لم يتحركوا بشكل مشترك من أجل حلها مع الطرف الآخر ولم يطلقوا مبادرات حقيقية ولأن لم يكن هناك تواصل حقيقي في هذه الأزمة السياسية ولكن اسمح لي أن أخذ فاصل ضيوفي الكرام إقامانا من فضلكم بعض الفاصل ماذا يمكن أن يقدمه الكرد من حلول ومعالجات حيال الأزمة الراهنة خليكم إيانا أرحب إذن من جديد بجميع الضيوف المنظمين إلينا في هذه الحلقة وأعود معك سيد علي الفيلي عن الحزب الديمقراطي الكردوساني وهنا إذا ما أريد أن أسأل عن الدور الكردي في حل هذه الأزمة المتفاقمة بين الإطار التنسيقي وطيار الصدري ما الذي من الممكن أن يقدمه الحزب الديمقراطي الكردوساني تحديدا في حل هذه الأزمة هل يستطيع أن يستغل دعما دوليا مثلا له علاقات جيدة مع الولايات المتحدة هل من الممكن أن تضع هذه العلاقات هذه الأزمة على المسار الصحيح أستاذ زينة أنا قبل ما أجيب على سؤالك أود عقب على كلام زميلي لأستاذ سامان يعني أنا لا أتفق معه بأن الكرد بقوا متفرجين على ما يدور في بغداد يعني فقامة الرئيس مسعود البرزاني بذل جهود كبيرة في سبيل تقريب وجهات النظر ولكن على الجميع أن يعي هذه الحقيقة ما بين التيار والإطار ما صنع الحداد يعني تعود إلى صولة الفرسان والجمهورية إيران الإسلامية التي معنية كثيرا بالبيت الشيعي بذلت جهود كبيرة وهي ما تملك من نفوذ يعني لا أحد يستطيع أن ينكر هذه النفوذ ولم يستطيعوا أن يجمعوا السيد المالك والسيد صدر على طاولة واحدة فهذا إجحاف بعق الكرد وموقف الكردي وموقف الرئيس مسعود البرزاني ما الذي سيبثله أكثر خلال الأيام المقبلة لإقناع التيار من جهة والإطار من جهة مستغلا علاقاته الجيدة مع الولايات المتحدة إذا ما صح التعبير لدعم هذه العملية السياسية قدما وحل هذه الأزمة سيدتي العزيزة الحزب الديمقراطي الكردستاني والكرد بشكل عام ألقوا في الاتحاد أيضا نحن نتفق مع الإطار في بعض النقاط ونختلف معهم في بعض النقاط وأيضا مع التيار نتفق في بعض النقاط ونختلف في بعض النقاط يعني ليس هناك اتفاق كامل على كل النقاط التي كل جهة تريدها على سبيل المثال يعني حاليا التيار يحتكم إلى الشارع نحن لا نريد أن نحتكم إلى الشارع نحن نقاط التيار الإيجابية بالنسبة للديمقراطي مقنعة لكم أكثر من الإطار لما كنتم ذهبتم مع التيار منذ البداية لا هذا فيما يخص العلاقة بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية ولكن النقاط الأخرى فلنكن صريحين حاليا مثلا ما طالب به التيار الصدري من إلغاء الدستور وحل البرلمان وإقالة الحكومة هذا ذهاب إلى الفوضى نحن ليس مع هذه الإجراءات هذا فلنكن صريحين نحن مع تعديل مسار العملية السياسية من خلال الأطر الدستورية حل البرلمان هناك أطر دستورية لحل البرلمان يعني طريقتين لا ثالثة لهم هو بطلب من رئيس الوزراء وتعيد رئيس الجمهورية هذا الحل ليس موجودا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تصريف أعمال نعم هذا الحل لم يعد موجودا الحل الثاني هو بطلب ثلث أعضاء مجلس النواب أي ما يقارب 122 نائب وبالتصويت عليه بالأغلبية نحن مع هذا الإجراء ولكن حل البرلمان خارج هذه الإجراءات الدستورية والقانونية نحن نذب إلى متاعات لا يحمد عقبها أيضا الأخوة في الأطار التنسيقي كان من المفترض أن يتريثوا بملع فراغات النواب الصدريين في مجلس النواب بعض السرعة وأن يحاولوا تشكيل الحكومة دون حساب للتيار الصدري والحساسية المنقف فلهذا كان من المفترض حد مرشع رئيس الوزراء يكون شخصية مقبولة ومقربة من التيار الصدري كي نستطع نزع فتيل العزمة ولكن هذه الإجراءات لم تكن موجودة الكرد لم يتدخلوا جودا منذ اندلاع عزمة نتائج الانتخابات وفد دائم من الحزب الديمقراطي الكردستاني كان في بغداد ويلتق الفرقاء السياسيين في سبيل تقريب وجهة النظر ولكن لم نستطع لأنه ما بينهم كما أسلفت وما صنع الحد ولم يوجد هناك دعم من الولايات المتحدة إذا متى وسط الديمقراطي في ذلك سريعا لو سمحت موجود دعم من الولايات المتحدة ولكن الولايات المتحدة أيضا أعلنت هي لا تتدخل بشكل مباشر في الشؤون الداخلية للعراق هي عامل مساعد أي عامل مساعد يساهم في استقرار البلد هي معها هذا الإجراء ولكن لا تتدخل بشكل مباشر سيد محمود خوشنو أعود معك عن الاتحاد الوطني وأسألك الدور الكردي في حل هذه الأزمة الاتحاد الوطني تحديدا مع علاقات الإقليمية الجيدة هذه المرة هل من الممكن أن يضع نقطة لتصحيح هذه الأزمة طبعا نحن نعول على الخيار الوطني كاتحاد وطني كردستاني نعول على شراكة سياسية في بغداد وكيفية التحاول مع القوى السياسية حضور الرئيس بافل طالباني في بغداد وخطوات الرئيس برهم صالح باعتبار الرئيس الجمهورية وقيادي في الاتحاد الوطني بمسارين نحاول أن نقرب وجهات النظر وأيضا في نفس المسار لدينا مفاوضات مع القوى السياسية الكردستانية وبالتحديد مع الحزب الديمقراطي الكردستاني نحاول أن نكون الزخم باتجاه بغداد الزخم تذويب الطبق الجليدي أو الجبل الجليدي بين القوى السياسية وبالتحديد بين الإطار والتار لكن صراحة نحن نحتاج إلى عقد وطني جديد هذا العقد الوطني الجديد يحتاج إلى عدة أدوات لنصل إلى هذا العقد صراحة دعا إليه برهم صالح لكن نحتاج أيضا إلى شراكة ومشاركة القوى السياسية جميعا الكردستانية منها وحتى السنية والشيعية ما هو دور الاتحاد بحلحلة هذه الأزمة ما هو دور الاتحاد بتقريب وجهات النظر ما هو دور الاتحاد في إنهاء الخلاف في بغداد هذا دور الاتحاد واضح وموجود ولكن يتوقف على الطرف الآخر لا دور لأي جهة بأي مبادرة إذا لم يكن هناك استجابة بالطرف المقابل نحن نعتقد بأن حجم الخلاف الموجود بين الإخوة السياسية في بغداد لربما بعضها شخصية وربما بعض الآخر اقتصادية وبعضها سياسية وبعضها أيضا تجاذبات قديمة جديدة لذلك إذا أردنا أن نتجاوز هذه المرحلة ونتخطى هذه المرحلة يجب أن نعود إلى الدستور والعقلانية في التعامل مع بعض بدءا يجب أن نذهب إلى الحوار في ظل القطيع أقولها مرة أخرى وصراحة بملء الفم في ظل القطيع وفي ظل غياب التواصل المباشر والتكلم والخطاب عبر التغريدات والتكلم والخطاب عبر الإعلام والتواصل الاجتماعي لربما لا يحل الأزمة ولا نستطيع أن يكون لدينا دور فاعل سواء كان الاتحاد وطني أو قوة سياسية أخرى لذلك الحقيقة تكمن في استجابة الطرف المقابل فيما بينهم لأن هناك صراحة لا نتدخل في بعض الأشياء لأن هذا يتعلق بالبيت السياسي الشيعي لربما التدخل مباشر فيما بينهم دون أن نكون عامل مساعد سيكون لديها ردة فعل غير مستحبة من الطرف الآخر واضح سيد سمن هل تعتقد أن هناك سيكون دور كردي مميز في حل هذه الأزمة الشيعية الشيعية بدعم دولي بدعم إقليمي إيجابي أمي يفترض لتحقيق هذا إلى السقف الممكن يجب على الكرد أن يتحدوا أن يتفقوا على الأسس التي يمكن من خلالها أولا الاتفاق داخل بيت الكردستاني ومنها التوجه نحو خطة محددة للبيت العراقي بالتالي النقطة الأساسية من أجل تحقيق أي مبادرة لحل الإشكال بين القوى الشيعية داخل البلد تكمن أو تبدأ بحل كردي داخلي لا يتعلق الموضوع برئاسة جمهورية يعني على ما يبدو على كلام ضيفي الكريمين أن هناك اتفاق كبير ما بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الخلافات عميقة بين الطرفين لا يوجد اتفاق على أي ملف من الملفات الخلافية بما فيها ما يتعلق بانتخابات التي كانت مقررة في أقليم كردستان قانون انتخابات حتى في مسألة الرئيس الجمهورية ما زال الخلاف مستمر ما حصل في الفترة الأخيرة هو إعادة التواصل بين الطرفين يعني في فترات لم يكن هناك اجتماعات تعقد بين الطرفين ما حصل أنه كان هناك أكثر مجتماع بين السيدين بابل طالفان ومسعود بارزاني وهذا ساهم في تخفيف التوتر وهو يمكن أن يساهم في إيجاد حلول لكن إلى الآن لم يتم إيجاد حلول محددة للمشاكل داخل كردستان من أجل الذهاب أبعد من ذلك باتجاه البيت العراقي والبحث عن مخارج للمشاكل الموجودة داخل القوى الشيعية لكن هذا ممكن والسبب الذي يدفع الكرد إلى ضرورة تحقيق هذا الاتفاق الكردي الداخلي هو أن هناك الآن حديث عن انقلاب على النظام السياسي أو تغيير النظام السياسي وتعديل الدستور وتعطيل الدستور أو جزء من فقرات الدستور هذا وضع الكرد أو دفع الكرد إلى التفاق التفاق مبدئيا على أولا عدم السماح بتعديلات دستورية ربما تخفف أو تقلل من المكاسب الكردية واضح جدا من جهة ثانية عدم السماح بتغيير النظام السياسي أو الانتلاف عليه هذه التحديات هي التي دفعت الكرد إلى التوافق على هذا هو من الجنة طلاقنا مواحدة. أود أن أشكر كل ضيوفي كانوا مع اليوم من أربيل علي ألفين يعطوا الحزب الديمقراطي الكردستاني. وأيضا السيد محمود خوشناو عن الاتحاد الوطني الكردستاني. ومن دهوك الكاتب والباحث السياسي السيد سامان. نوح ممتنى كثيرا لكم وألقاكم في حلقة يوم غد بإذنه. دعالا إلى اللقاء. اشتركوا في القناة